اشتركوا في القناة صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء مستمعين كما عودناكم دائما نبدأ معكم هذه الحلقة بطرح سؤال الحلقة والذي يعنى بالتطبيقات الذكية التي تطرحها هيئة الصحة بدبي على المتاجر الذكية عبر الهواتف المتحركة الذكية سؤالنا اليوم يقول من فوائد تطبيق حياتي طبعا تعرفون تطبيق حياتي هو يعنى بمرضى السكري طبعا من فوائد تطبيق حياتي يخدم احتياجات المرضى في الوقت المناسب يدعمك بمعلومات معتمدة ومن مصادر موثوقة يقلل عدد الزيارات للمستشفى جميع ما سبق يمكنكم ارسال الاجابة الصحيحة على الرقم 4006 ويعني مصاحبة بالاسم الثلاثي على اساس انه تسل علينا عملية اختيار الفائز عبر القرعة طبعا الفائز سوف يعني يحصل على جهاز لوح ذكي مقدم من ادارة تقنية المعلومات مستمعين الكرام هناك العديد من الاخبار التي سوف نتحدث عنها والعديد من المواضيع التي سوف نعتمدها حقيقة في هذه الحلقة بداية ارحب بضيفتي في السوديو حقيقة هي ليست ضيفة بل هي زميلة يعني رفقتنا طوال حلقات صحة وسعادة على مدى شهر رمضان المبارك دكتورة وفا عايش مدير ادارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي حياة الله معانا دكتورة حياة كيسعد صباحك وانا اللي كانت رحلة ممتعة رحلة رمضان معاكم ان شاء الله يكونوا استفادوا الجمهور وفعلا شكرا للك وللطاقم اللي معك محمود استمتعت فأحيي حياة الله خير يا دكتورة ايضا خلينا نبلش بهذا الخبر عن تحويل مرضى مركز القصيص الصحي الى مركز المزهر دعت هيئة الصحة بدبي اليوم مراجعي مركز القصيص الصحي للتوجه الى مركز المزهر لتلقي خدمات الرعاية الصحية اعتبارا من الثاني من شهر يوليو 2016 وحتى الانتهاء من احيان ابناء جديد متماشي مع المعايير العالمية المتعلقة بتصميم المنشآت الصحية طبعا الدكتورة امل بوهارون مدير مراكز الرعاية الصحية بهيئة صحبة دبي قالت ان عملية الاحلال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتحديث وتطوير مراكز الرعاية الصحية الوليية لتكون متوافقة ومتماشية مع المواصفات العالمية وقادرة على الاستجابة لمتطلبات واحتياجات النمو السكاني والتنمية العمرانية المستمرة في امارة دبي واوضحت دكتورة بوهارون ان تحويل مرضى مركز القصيص الصحي لمركز المزهر جاء بعد دراسة شاملة ركزت على خدمات والطاقة الاستيعابية لمركز المزهر الصحي وقدرته على استيعاب مرضى مركز القصيص الذي يستقبل ما بين 6000 إلى 7000 مراجع شهريا وقالت ان الهيئة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لضمان حصول المرضى على الخدمات الصحية بمركز المزهر طبعا مثل ما ذكرنا تم تزويده بالكوادر الطبية وتمريضية والادارية والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز من خلال التوسع في غرف الاستشارة الطبية في مختلف التخصصات حيث تم زيادة عيادات طب العائلة لتصل إلى 28 عيادة يوميا على الفترتين ما بين الصباحية والمسائية و22 عيادة يومية لطب الأسنان و30 عيادة أسبوعيا للحوامل و30 عيادة لصحة الطفل إضافة إلى التطعيمات الخاصة بالطفل والتي يتم تقديمها على مدار الأسبوع خلال الفترتين الصباحية والمسائية وقالت دكتور أبو هارون أن الهيئة على تواصل مستمر مع مراجعين مركز الاكسس لبلاغهم بعملية تحويل خدمة إلى مركز المزهر الصحي وتعريفهم بموقع الخدمة الجديد لضمان سهولة وانسيابية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية الأولية بمركز المزهر الصحي طبعا للاستفسار نرجو منكم مستمعين التواصل مع مركز الاتصال في هيئة الصحة في دبي على الرقم 800-342 800-DHA 800-342 هذا الرقم 24 ساعة على مدار الأسبوع ممكن تتصلون على هذا الرقم لمزيد من المعلومات طبعا ليش قريت هذا الخبر بالكامل دكتورة؟ أنا قريت على أساس أنه يعني أنوه إلى عملية الأحلال ورائحة وأيضا حجم لا موضوع الحجم موضوع أنه أبغي المستمعين اللي يراجعون في مركز المزهر يعني يطولون بالهم سواء صار في ضغط شوية على المبنى صار في يعني الانتظار يعني إن شاء الله ما بيكون هذا الموضوع والجماعة دارسينها لكن في النهاية نحن بشر نحن بشر لا بس أنت وأنت هم تقرأ هم بقول ما شاء الله يعني حيكون جهد هرقان كبيرة نعم جهد كبير نتمنى فعلا الصبر إن شاء الله الأمور حتكون طيبة أنا متأكدة من ذلك أنه درسوها دراسة وافية ولكن زي ما أنت تفضلت محمود ممكن يكون الشخص ما يكون عنده يعني إلا يصير أخطاء يشوف المواضع بإيجابية يحاول قدر الإمكان أن يطول باله يا جماعة الخير ترى والله مجهود كثير عليهم هي يعني نطول بالنا على الناس اللي يشتغلون سواء ما نتكلم عن مراكزنا الصحية أو ما نتكلم عن مرافق الهيئة بشكل عام لأن نتكلم عن كل الدوار الحكومية وكل المؤسسات قدر الإمكان خل عندك يعني طاقة إيجابية طاقة إيجابية خل عندك سعة شوية أكبر من أنك أنت تتحمل أحياناً هذا الإنسان اللي جدامك الموظف هذا سواء كان في الكاستمر سيرفز سواء كان وين ما كان في البنك في المول في الجمعية يعني ترى بشر مثل مثلك طول بالك وفي الانطقة الإيجابية بتخلي الإنسان يعطي بحب أما تطاقة سلبية بتخلي الإنسان يعمل بمضض أنا بأتوقع فيه وأيضاً هذا الكلام نحن نقوله حتى كذلك الموظفيين في السم نعم صحيح يعني أنت موجود هنا على رأس عملك لازم أنك أنت تكون قدر الإمكان تعطي هذا المكان حقه تطول بالك على الكاستمر اللي هيينك أو العملاء اللي هيينك فهي عملية متبادلة ما بين الطرفين يعني الواحد إذا يعطي طاقة إيجابية للشخص اللي جدامه بطبيعة الحال حتى لو كان معصب بهذا معدية تكون فعلاً فعلاً يعني هو صح يمكن يمتص من طاقتك الإيجابية ولكن بالآخر بيطلع بسعادة خلينا نقول وهذا الهدف نحن اليوم مواضيعنا متنوعة دكتورة ما حددنا يعني شغلة معينة حق حلقة اليوم ما نتكلم عن العيد ما نتكلم عن مختلف المواضيع أيضاً ما نفتح المجال لمستمعينا اللي حاب يتداخل معانا في أي موضوع يتكلم في أي موضوع يخص يعني المواضيع اللي نطرحه عبر حلقتنا المجال جدامكم مفتوح مستمعينا نرحب بمداخلاتكم عبر الأرقام 600551414 600551414 وأيضاً سؤال حلقتنا يقول من فوائد تطبيق حياتي وتطبيق حياتي مثل ما ذكرنا هو يعنى بمرضى السكري الفائدة الأولى يخدم احتياجات المرضى في الوقت المناسب الفائدة الثانية يدعمك بمعلومات معتمدة ومن مصادر موثوقة الفائدة الثالثة يقلل عدد الزيارات للمستشفيات والخيار الرابع جميع ما سبق ارسلنا الرسالة على الرقم 4006 طبعاً كل الإجابات صح والله حلو كل الإجابات سليمة برافو فيطيكم العافية نطلع فاصل وما نرجع لكم إن شاء الله إن شاء الله صحة وسعادة سعادة الله وقاتكم مرة أخرى مستمعيني الكرام وحياكم والله معانا في الجزء الثاني من بردع مجيكم صحة وسعادة طبعاً بس أذكركم بسؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة يقول من فوائد تطبيق حياتي يخدم احتياجات المرضى في الوقت المناسب ومثل ما ذكرت تطبيق حياتي هو تطبيق يعنى بمرضى السكري أو يعنى بمرضى السكري عموماً الخيار الأول يخدم احتياجات المرضى في الوقت المناسب الخيار الثاني يدعمك بمعلومات معتمدة ومن مصادر موثوقة الخيار الثالث يقلل عدد الزيارات للمستشفيات الخيار الرابع جميع ما سبق وطبعا ما بحذف ولا خيار لأن الإجابات كلها صحيحة اللي قاعدة توصلني فما حد يرسل لي يقول يحذف خيار ما رح أحذف شي نزين أيضا في هذه الأوقات بعد انضمت لنا دكتورة حنان مبارك استشاري طب الأسرة رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة حياتي الله معانا دكتورة الله يحييك والله يحيي دكتور وفا دكتورة اليوم الموضوع المنتكلم فيه معاك عن ضغط الدم وعن يعني ارتفاع ضغط الدم وعلاقته كذلك بمرض السكري بشكل عام لكن في البداية إذا ما منعرف موضوع ضغط الدم يا ترى ما هو ضغط الدم وما هو الضغط المثالي للدم على أي درجة المفروض الواحد يعرف أنه بلشت عنده بعض العوارض الخاصة بارتفاع ضغط الدم طبعا هو ارتفاع ضغط الدم مضر وانخفاضه على المضر طبعا كي طيب خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بشكل عام طبعا يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض العصر الحديث وهو واحدة من الأمراض المزمنة غير المعدية ويعتبر من ويسمى بالمرض الصامت أو القاتل الصامت ليش؟ لأنه ما يكون لأعراض صحيح فالشخص كيف يكتشف أنه عنده ضغط بالصدفة أو إذا راح بأي مركز صحي وكشف كشف روتيني واكتشف أنه عنده مرض الضغط طبعا الضغط المثالي أو الطبيعي يكون من كم لي كم؟ الضغط المثالي طبعا نحن حين بس نشرح الميكانيزم أساس يفهمون هم مشهول لأن الضغط عبارة عن بس والمقام هذا البس والمقام يعتبر عبارة عن ضخ القلب للدم بالشرايين هذا الضخ هذا والعلاقة بينها وبين الشرايين حتى يضخ الدم لكل أجزاء الجسم لازم يكون فيه بينهم نوع من التوازن بين ضخ القلب ومرونة الدموية فإذا صار فيه خلال في واحد من الاثنين يستوي ضغط الدم على سبيل المثال إذا كانت الشرايين غير مرينة طبعا الشخص يعني يتبع أنماط حياة غير صحية الدهون نسبة الدهون عالية فيها يستوي عنده نوع من تصلب الشرايين فالقلب يضخ يضخ بس الشرايين لا تفتح للضخ لا تفتح ليش لأنها غير مرينة فليستوي أن القلب يضخ فيكون فيه نوع من التضخم فيرتفع الضغط عندك هاي واحدة من الأسباب طبعا فيه أنواع من ضغط الدم النوع الشائع اللي هو النوع اللي هو يكون نتيجة عوامل وراثية أو يكون نتيجة أنماط صحية غير صحية مثل زيادة الوزن مثل التغذية غير السليمة التدخين إذا دخل التدخين طبعا التدخين شرب الكحول عدم ممارسة الرياضة هذا كله له هذا كله يسبب الضغط طبعا هذا يعتبر نسبة كبيرة من الناس اللي هم تقريبا 95% 5% إلى 10% تكون لأسباب مرضية مثل أمراض في القلب أمراض في الكلا أمراض في الكبد أمراض في الغدد هذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم جميل خلينا ناخذ بس هذه المداخلة من أبو نادة تفضل يا أبو نادة صباح الخير بوي صباح الورد يا هلا كاب العالمة مبروكين على شهر المبروك الله يبارك فيك يا رب مبارك عليك ما تبقى من هذا الشهر أقول طالع أمرك أنا عندي سكر من زمان مه لكان يعني تعبان إلينا حين جسمي كله يعورني أحيانا يصيدني هبوط في السكر يعني أحس بالدوخة دوخة دوخة يعني حوالي من 40 سنة أنا حين أعاني من هالسكر وسبب سكر كان طالع أمرك أكل عسل الليلي عند الرقاط خاشوقة صغيرة ما يفهم بعدها راجعت الدكتور قال لي أنت عندك سكر عرفت أن أنا هذا كنت أستعمل العسل 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 ما يخص طالحين العسل وسبب السكر يعني لا 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 شو سؤالك خبرني ايه وثانيا كان زمان أول الناس يلسون على قلة التمر يأكلون ولا يحسون بالسكر وحيني أخل شي يعني ساكل شي يأثر عليك تسمع تعليق الدكاتر أبوناده تسمع تعليق إن شاء الله خير مشكوري على البرامج يطول عمرك الله يسلم حيني أبوناده يقول العسل هو اللي سبب لسكر لا طبعا لا هو بيكون يعني فيه أكتر من سبب ممكن يكون عنده أصلا بالبراثة إذا كان نحيف أما إذا كان عنده ما شاء الله بنية مليانة فبيكون السبب النمط الصحي تبعه يعني أربعين سنة هو متعايش مع هذا المرض ما شاء الله يعني لا هو مرض السكر مرض صديق إذا عرفت تعايش معه هو تعبان منه وبيشير عنده هبوط لأنه مش منظم الأكل شوف هبوط السكر ما بيشير يا أبوناده إلا إذا أنت كنت مش ملتزم في عملية الأكل ما بيشير سير عنده هبوط أو بياكل الأكل اللي هو سكر خفيف بسرعة بيطلع وبسرعة ينزل وبالتالي ما بيضل عنده مخزون فبينزل وأحنا ما منحب ينزل يعني أنا لسه عندي الارتفاع شوي أهون مشكلته من الخبوط الهبوط يا أبوناده مش صحي وأتمنى أنك تراجع طبيبك ياك العسل مرة ثاني العسل ما يرفع السكر العسل الحر الطبيعي يا أبوناده ما يرفع السكر اللي يرفع العسل من السكر اللي هو سكر يعني لكن العسل العسل طبيعي بالعكس ما على فيه نوعه أصلا جميل على الدم ما يأثر وارتفاعه بيكون ببطء لأنه مؤشر السكر فيه مو الخفض لمتوسط مش عالي أبي أضيف على الدكتورة طبعا كل مرضى السكري في شهر رمضان المبارك نحن ننصحهم قبل الشهر يودعن الأطباء ليش؟ حتى ننظم أدويتهم لأنه في شهر رمضان المبارك الأدوية تكون بطريقة مختلفة حتى الجرعات حتى الجرعات تكون بطريقة مختلفة يعني احتمال يكون الهبوط بسبب أنه ما أخذ أدوية أو جرعة بزيادة بزيادة يعني ضروري تنظيم عملية أخذ الدواء في شهر رمضان أذكر حتى الدكتور قال لنا إذا كان مريض السكر قاله قبل الأدوية بخمس دقائق حسب هبوط يفطر حسب هبوط لازم يفطر لازم يفطر لازم يدخل على التطبيق حياتي هيهرف كل الأشياء صراحة كل الأسباب يا بناده مفروض نده تسوي لهذا الموضوع والله جد ادخل على التطبيق حياتي يا بناده هيخدمك كتير خصوصا أنت يعني دكتورة نرجع لموضوع ضغط الدم ضغط الدم لا علاقة أيضا بمرض السكري بشكل أو بآخر كنت أتحدث معاكم قبل الحلقة يعني شو هي العلاقة ما بين السكري وضغط الدم طبعا مثل ما ذكرنا أنه ضغط الدم يؤثر على قوية الدموية هذا الشيء الشيء الثاني دائما يكون معظم الحالات يكون مصاحبة مع السكري بسبب أنماط الحياة لأن معظم الناس عندنا يكون أنماط حياتهم غير صحية يكون السمنة منتشرة كثيرة فيكون في علاقة بين زيادة الوزن والسكري والضغط لأن زيادة السمنة يؤدي إلى حدوث السكري ويؤدي إلى الضغط كذلك فهل أشياء كلها مع بعض تكون مرتبطة؟ جميل أنت بتعرف أنه بالعيد كثير ضغط الدم بيرتفع فيه بيجينا الناس عندهم كثير ضغط دم عالي متحولين رحين على الطبيب والطبيب محولهم لعنة لماذا؟ لأنه بترتبط مشكلة ارتفاع ضغط الدم بالعيد بتناول كميات كبيرة من الطعام تحتوي على نسبة عالية من أملاح السوديوم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والحل كثير بسيط الحل التغذوي خلينا أقول أنا طبعا الحل الطبي عند الدكتور ولكن الحل التغذوي أولا الانتظام على خطة العلاج الحياطية هالدكتور وما يفوت الموعيد الأدوية هاي واحد اتنين تجنب الأطعمة اللي ترفع ضغط الدم مثل مثلا الأسماك المملحة المالح يعني في كثير ناس بيأكلوا مالح على العيد يفضل مريض الضغط يتجنب تماما هاي الأطعمة والأطعمة المعلبة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الصوديوم الأطعمة المدخنة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ما يحط ملح على الأكل نهائي يحاول دائما يأخذ يعتمد على الفواكه دائما يقيس ضغط الدم بانتظام خلال العيد على طول الفواكه والخضار عشان تعطي البوتاسيوم لأن البوتاسيوم وخصوصا الموز اللي هو عالي جدا من البوتاسيوم بينزل الصوديوم وينزل ضغط الدم فياخذ الأطعمة اللي هي غنية في البوتاسيوم اللي هي الخضار والفواكه جميل كنت أبي أضيف على النقطة اللي ذكرت عن القياسات الطبيعية لضغط الدم طبعا هناك قراءتين في قراءة العلوية اللي هي البسط هو عبارة عن قباض القلب وضخ الدم عن طريق الشرايين للجسم فهذا الشيء اللي نحن نسميه سيستوليك فهذا الطبيعي القراءة الطبيعية من 110 إلى 139 إذا كان كبير السن ممكن يوصل إلى 149 تعريف السن لو سمحتي دكتورة كم العمر؟ 60 بعشوه كبير السن يعتبر من فوق 60 سنة لأنه لن في ناس كانوا يحطوا 50 وهم أنا رأعتبرهم مش كبار فوق 60 سنة يعني حتى 60 أنا حتى موكب يعتبر عالي البسط إذا الأشخاص العاديين يكون فوق 140 ولكبير السن فوق 150 بالنسبة للمقام هو عبارة عن أن القلب يعني انبسطت يعني كان انقباض صار انبساط فهي منبسطة يقل الضغط فالمستوى الطبيعي للمقام من 70 إلى 89 ملي متر زئبقي طبعا إذا كان مرتفع يكون فوق التسعين سواء الأشخاص العاديين أو الكبار السن فنحن نقول أن هذا المستوى عالي إذا الشخص العادي الضغطه أكثر من 140 على 90 وكبير السن أكثر من 150 على 90 يعتبر عالي يعني هو المفروض يحافظ على المعدل ما بين 90 على 140 لا لا 110 لا غاية 89 139 في البسط بالبسط في المقام من 70 إلى 89 يعني لو 110 على 70 أوكي 110 على 89 لسه لازال ماشي الحال أيوة يعني بهالطريقة أيوة لأنها عبارة عن قراءتين ايه وإحنا نشخص الحالة إذايتنا مرتفع طبعا مش من أول قراءة أكثر واحد لما يبدل مجهود رياضي أو كذا يرتفع عند المعدل هذا أيوة يرتفع خاصة اللي يمسكون بالأجهزة اللي في الجم يقيس لك ضغط الدم أو كذا أو قباض القلب أيوة يكون مرتفع لأنه أنت عملت مجهود فنحن يمني نقيص الضغط من نخلي الشخص يكون جالس مرتاح كم اللي هو المدة دكتورة؟ على الأقال يكون خمس دقائق يكون جالس مرتاح ما يكون قبلها شرب أي نوع من أنواع المنبيهات مثل الشاي والقهوة أو السجارة يعني هالأشياء تأثر حتى الأطعمة اللي فيها كفايين مشروبات فيها كفايين وشبه غزية وكذا بتأثر بتأثر بشبه الطاقة نحن نتكلم على موضوع الوقاية والعلاج بعد الفاصل بس قبل أن نطلع فاصل خلونا نذكر بسؤال حلقة اليوم سؤال الحلقة يقول من فوات تطبيق حياتي الذي يعنى بمرض السكري هو الخيار الأول يخدم احتياجات المرضى في الوقت المناسب الخيار الثاني يدعمك بمعلومات معتمدة ومن مصادر موثوقة الخيار الثالث يقلل عدد الزيارات للمستشفيات الخيار الرابع جميع ما سبق والحمد لله جميع الأجوبة سليمة يمكنكم رسالة الإجابة على الرقم 4006 مع الاسم الثلاثي ومنواصل حوارنا كذلك مع الدكتورة حنان مبارك ودكتورة وفعاش من بعد هذا الفاصل صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة هذا برنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع إذاعة نور دبي مستمعين سؤال الحلقة يقول من فوائد تطبيق حياتي الذي يعنى بمرض السكري الإجابة الأولى يخدم احتياجات المرضى في الوقت المناسب الإجابة ثانية يدعمك بمعلومات معتمدة ومن مصادر موثوقة الإجابة الثالثة يقلل عدد زيارات المستشفيات الإجابة الرابعة جميع ما سبق إرسال الإجابة على الرقم 4006 مع الاسم الثلاثي وعندنا تقريبا ربع ساعة ومنوقف استقبال الإجابات على هذا السؤال أيضا مستمعين طلب بسيط يا جماعة الخير البرنامج البث المباشر ينتهي في تمام الساعة العاشرة وهنا بعدها نبتدي عملية استقبال الاتصالات لبرنامج صحة وسعادة برنامج الأستاذ المبدعة دائما مرهان دوسوقي يبدأ الساعة 11 فهي بتبتدي تستقبل اتصالات البرنامج هذا على الساعة 11 فالله يخليكم يعني عشان ما نسبب ضغط على المكالمات نرجو منكم يعني التعاون معنا في هذا الصدد الآن عندنا مداخلة من أبو مصطفى تفضل أبو مصطفى السلام عليكم يا هلا يا هلا يا سيدي مرحبا كل عامة بخيات أنت بصحة وسلامة تفضل يا سيدي بس بس على الدكتورة أنا عندي دائما الدقة الفوق بيكون الحين أنا صايم بيكون 96 على 62 وأنا فاطر العام العادية بيكون في حدود المية واثناشر مية واربعة على الفوق والتهج بيكون في حدود ال67 62 طيب الحين عامة أنا حامل عملتها تفتحين بس المايك على الدكتورة عشان عندها بس مداخلة مع المستمع تفضل يا دكتورة شو بغيت تفضل لأتكمل السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا دكتور أنا عندي الدقة الفوق بيكون 96 أنا الحين صايم بيكون 96 التهجد عامل 62 عامة أنا عملتها بحصة بس ما عتم بيت خمسة دقائج فحصة وانا ممكن ديكتها ازي هل تحس معه دوخة او دوار او لا 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 ما تحس اي شيء لا لا هذا الثاني يعني الطولة الشريم يعني يكون دغطي مية واثناشر مية واربعة الفوق مية واربعة مية واربعة لا 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 مية واربعة على تمانية وستنين او مية واثنائش على تمانية وستنين ازي نشوف فترة الصيام الضغط شوي يختلف بمصطفى عندك سؤال ثاني بس عشان عشان نعطي اكبر فصة بمصطفى عندك سؤال ثاني غير لا لا بس نفس سؤال انا لانو بتبرع بالدم على طول يا سلام عليك يا اخي لانو الفصيل بتحتي نادرة شوية اجاكين بتصل عليه اجاكين بزي ساعة الدكتورة دايما بيكون مية واثناشر مية واربعة انا نحن بشرح لك المساويات اللي انت تقول عليها مساويات طبيعية على الرينج الطبيعي اللي انا ذكرتها بس في شهر رمضان المبارك شوية احيانا يكون الضغط ينزل اكثر بس بنسبة بنسبة بسيطة هذا بسبب الصيام فهذا الشيء بعد بسبب الصيام هذا شيء طبيعي احتمال ان شاء الله بعد الصيام بيرجع بمساوياته الطبيعية الحمد لله انك انت ما عندك اعراض مقلقة مثل الدواخ الغثيان تحس الدوخة وهالاشياء بس اذا ما عندك هذه الاعراض يعتبر الشيء طبيعي بس عالت الدكتور قال له هاي طبيعي جاء 96 جاء الله خيري عن مستطا شيء طبيعي وحياري يختلف حسب الاشخاص من الشخص لاخر شكرا مستطا شكرا شكرا اذا دكتورة خلينا نرجع نتكلم نحن نحن نحب نوعي الناس انه طرق الوقاية كيف نوقي من ارتفاع ضغط الدم طبعا ننصح كل شخص انه يعمل فحوصات طبية دورية على الاقل مرة في السنة حتى يطمن انه ما عنده ضغط وما عنده امراض اخرى مثل السكر والكولسترول وغيره طبعا المحافظة على الوزن المثالي وتناول الغذاء المتوازن موارسة الرياضة البدنية بشكل منتظم طبعا الانفعالات النفسية اهم شيء لتعرف مع الانفعال 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 النفسية وخاصة للحاد ارتفع الضغط. ايه. فاهم شيء يكون في نوع من التوازن النفسي ويكون في نوع من الارتياح واخذ قصد من الراحة. والحن في بداية الحلقة كنتنا نتكلم على موضوع ان الواحد يكون دايما ايجابي ودائما متفائل ويري الوجود يعني بشكل جميل. طبعا هذا شيء مويد مهم. الشيء الاخير وبأركز عليه اذا كان الشخص مدخن يقلع عن التدخين وشرب الماء بالشكل الأكثر فطبعا نحن في مراكز الرعاية الصحية الأولية عندنا عيادات للضغط عندنا ست عيادات على مستوى الرعاية الصحية الأولية في ثلاث مراكز في ديرا هم مركز الطوار الصحي ومركز المزهر الصحي ومركز الممزر الصحي وفي بردبي عندنا مركز البدع ومركز المنخول ومركز الصفة طبعا هذه العيادة تعتبر عيادة تخصصية من طب الأسرة تكون مرة في الشهر طبعا مدة الزيارة أطول من مدة الزيارة الطبيعية لطبيب الأسرة وفيها دكتور طبيب أسرة مدرب على التعامل مع هذه الحالات طبعا شو نوعية الحالات اللي تحول لهذه العيادة؟ طبعا هم الضغط الغير منتظم أو الضغط العالي الناس اللي عندهم مستويات كوليسترول عالية الناس اللي هم تقييمهم لفحص كارديو فاسكال ريسك أسيسبن نحن نعملهم مثل فحص نقيم مدى تعرضهم على مدى العشرة سنوات الجاية لأي أمراض تخص القلب مثل جلطات القلبية والجلطات الدماغية ممكن نقول لهم هل هم مستوى الواطي أو المستوى المتوسط أو العالي فطبعا هم المستوى المتوسط والعالي نحول لها العيادة الضغط طبعا التول اللي نستخدمها الأداء عبارة عن أداء من منظمة الصحة العالمية نشوف يعتمد على أشياء معينة منها العمر وجنس الشخص طبعا هالشيء نحن ما نقدر نغيرها لأن إذا أنثى أنثى إذا ذكر ذكر والعمر نفس الشيء بس في أشياء ثانية نقدر نغيرها مثل إذا كان الشخص مدخن ففي شيء للتدخين إذا كان الشخص عنده نسبة كوليسترول عالية إذا كان الشخص السيستوليك اللي هو البسط عالي نقيسها بعد نحطها في هذا المعيار جميل أنا بريد أتكلم على الأغذية الأغذية اللي ممكن ترفع وتخفض ضغط الدم واللي ممكن تساهم في عملية أن الواحد غير البصل اللي خليتش شعرين بالسعادة هلأ طبعا أكيد زي ما حكينا الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بتساعد على تفعيل تخفيض الضغط العالي الإشي اللي ترفع أي طعام مالح أي طعام مدخن أي طعام معلب لأنه فيه نسبة السوديوم اللي بنقول الخفية للناس ما بتحسبها غير ملح الطعام إذا نضاف على الأكل طبعا مباشر هذا أيضا يرفع من نسبة للأطعمين عام يرفع الضغط المخللات الأتشار يعني بأنواعه بيرفع الضغط فإحنا دائما نبتلع عن الأشياء اللي ترفع الضغط منها وناخد الخضار الفواكه فيه مشروبات بتهدي الضغط الليمون مع نعناع كيوي الأطعم اللي فيها مضادات الأكسدة عالية هي بتساعد على أنها تهدي الضغط عند الشخص وبالتالي بيكون أحسن على فكرة فيه علاقة ما بين الإمساك كمان والناس اللي عندهم ضغط بيزيد ضغطهم بأمانة يعني وبالتالي دائما نخلي حتى ما يكون عندهم إمساك ما عندهم بشاكل استرس هذا كله يؤثر يعني هي بالآخر نمط حياة خلينا نقول ككل نمط حياة صحية نمط حياة طيب الحين ما نتذكر موضوع الضغط ما نتكلم عن العيد شو رأيكم؟ الله يزال يعني يعني عندنا اليوم هذه آخر حلقة توعوية وبكرة بتكون حلقة خاصة عن التأمين الصحي نعم فخلونا اليوم نتكلم يعني في الباقي الجزء الباقي من البرنامج على الاستعدادات للعيد بالنسبة دكتورة يعني بنتكلم على ثلاث شغلات اللي هي الأعراض اللي ممكن واحد يتعرض لها بعد الصيام صحيح في الفطر منها الإمساك صحيح منها فقدان الشهية وأيضاً حموضة هي الحموضة وألام البطن هذه فخلونا نتكلم على هذا الموضوع حلو طبعاً لأن اليستوي بعد العيد شو أن الشخص يكون فترة طويلة صايم ومتعود على نمط غذائي معين فهي بعد العيد يعني ما شاء الله ما مقصرين من الحلويات ومن الأتلات صحيح من الدبايح والأكل والوجبات فيعني نمط الغذاء بيتغير بشكل جذري يعني من رمضان إلى بعد رمضان فليستوي أنه الشخص إذا أكل هذه الأكلات على المعدة اللي هي متعودة على نمط غذائي مختلف يستوي له نوع من التلبك المعاون صحيح يستوي له آلام يستوي له حموضة صحيح أنا بس بكتعكم بالخير لأنه على إجابات السؤال في أسئلة وردتني ما مريت عليها فسامحوني أول سؤال يقول السلام عليكم إذا الضغط في البسط مرتفع عن 140 وفي المقام عن 80 كيف تفسر هذه الحالة؟ أه سريع دكتورة طبعا البسط يتغير حسب المودة للشخص يعني حسب مزاجه مثل ما أنا قلت إذا كان الشخص عنده توتر ممكن يتغير البسط ممكن يكون الشخص يمأخذ قراءة الضغط يكون ممرتاح مثل ما قلنا لازم يرتاح من خمسة سبع دقائق قبل أخذ عملية القياس الشيء الثالث يرجو المتابعة ويرجو أن يعمل فحوصات احتمال يكون هذا بداية لشيء آخر ويقيس أكثر من مرة في أحد يقول أنا عندي فوبيا من جهاز ضغط الدم ويرتفع 170 في 100 100 في 170 حاط 100؟ 170 على 100 170 على 100 طبعا 170 على 100 يعتبر عالي يعتبر عالي فطبعا إذا الشخص شابها إذا هو عنده فوبيا أصلا فأكيد شاس ما يصير مع ضغطه يرتفع طبعا إذا قاس الضغط في البيت أحسن شوي لأن أحيانا بعض الناس يميون على العيادات والمستشفات يخافون نحن نسوي white coat hypertension يعني يخافون من الأطباء فإذا قاس في البيت وطلع هالقراءة أحسن يسوي أكثر من قراءة ويليبها للدكتور على طار البيت في سؤال ثاني يقول هل يتأثر قياس الضغط بارتفاع العمارة مثلا اللي ساكن في برج خليفة الضغطه ممكن يكون مرتفع أكثر والله ممكن صدي لأن الضغط ممكن يكون مرتفع الضغط الجوي ممكن طيب تضحكين في سؤال يقول لا والله حبيتي فكرة في سؤال يقول على السريع الرياضة قبل الإفطار هل هي مفيدة نحن جاوبنا على هذا الموضوع قبل الإفطار بنصف على ساعة ماشي الحال بالذات إذا كان ما أخذ سحور جيد لكن يفضل لأنه يعملها بعد التراويح ويمارس رياضه جميل لحن ثلاث دقائق من وقف استقبال الإجابة على السؤال ونرجع لموضوع العيد أنا سامحوني قطعتكم وليهم نتكلم على الإمساك الإمساك وعدم انتظام حركة الأمعاء في العيد طبعا هي مشكلة كتير رائجة لأنه بتتغير مواعيدة الأكل بعد في أيام نقولها بالعيد خصوصا زي ما تصدها للدكتورة حنان وقالت تناول كميات كبيرة من الطعام ما بتربك عملية الهضم فأنصحهم بالتالي واحد الحرص على إضافة أنواع الأطعم اللي أنا حقولها في برنامجهم الغذائي منها الفول الفصولية البازيلا اللوبيا السبان خلفت القرنبيت والجزر بالنسبة للفواكه ركزوا على الفواكه اللي بتكافح الإمساك مثل المشمش والتين الخوخ الكومثرة والأناس ثلاثة يتجنبوا الإسراف في تناول الأطعمة من منتجات الألبان والأجبان الموز لأنه بمساعد إذا عندهم إمساك بيزيده اللحم الحمرة لأنها ممكن تزيد الإمساك فمتل ما تفضلت الدكتورة الدبايح بتكون كتيرة فإذا هو أصلا عنده إمساك وما عم بيأكل خضار كفاية اللحم أو الدبايح ممكن تزيد مشكلة الإمساك عندهم فهاي وطبعا شرب كميات كافية من المي وسوال على مدار اليوم حتى أني منع الإمساك بالنسبة للفقدان الشهية في العيد بالنسبة للفقدان الشهية لأنه تعودوا ما يأكلوا في ناس كتير بس بتأخذوا فطور ما بتأكلوا سحور فخصان خلص ما إلو نفس في الأكل كتير قد يؤدي إلى فقدان قوي بالوزن وكتلة العضلية بالتحديد مش الدهون اللي موجودة في الجسم وبالتالي لحل هاي المشكلة أولا يتناول إفطار خفيف الصبح إحنا قلنا قبل صلاة العيد إذا تتذكر مبارح لازم ياخدوا التمر حتى يحفزوا الجهاز الهضمي ومن السنة أصلا وهي من السنن نعم وهي من السنن ياخد إفطار خفيف الصبح بيهيئ الجسم وجهاز الهضمي اثنين ضبط مواعيد الوجب الرئيسية لازم تكون ثابتة عند هذول اللي عندهم مشكلة في الشهية وتجنب تناول الكعك أو الحلوى بكميات كبيرة وياخدوا الأطعم الرئيسية بعدين الحرص على تناول أطعمة بتفتح الشهية زي عصير الليمون السلطة المقبلات اللي بتزيد من الحاسة التذوق والفواكه بين الوجبات أيضا ممكن تساعدها لفتح الشهية المشكلة الثالثة اللي اتطرقت لها محمود وهي مشكلة الحمودة الحمودة في عيد الفطر طبعا ترتبط مشكلة الحمودة بشكل أساسي بالأعياد إنه بتناولوا أطعم كتير دسمة بتسبب لهم المشكلة هاي طبعا ممكن جدا كمان يكونوا تناولوا سحور وقام الصبح ولسه يعني يدوبك طلعي العيد لأنه أنت ما بتعرف إنه هو عيد ولا فتسحري وأخذ سحور دسم أدى إلى إنه يؤدي إلى أدى إلى إنه يؤدي أدى إلى إنه عرفت بعد من عينيك عرفت شهر يا محمود بيسبب إنه ارتفاع الحمودة هلأ الأشخاص أولا للحل المشكلة الحرص على الفصل بين موعد العشة والنوم بساعتين تقليل التناول الأطعم التالية في المساء اللي هي البطاطا المقلية الحليب بأنواعه إلا إذا كان في ساعة قبل وأنا دايما بنصح الحليب أو الألبان إنها تأخذ قبل العشة مباشرة حتى تساعد على إذابة الدهون المختزنة الجبن اللحمة العالية عالة الدهون مثل الضلوع الضلعة مثلا الليمون البرتقال المياه الغازية هاي من الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى ارتفاع الحموضة في الجسد جميل ناخذ اسماء الفايزين أو كم فايز عندنا؟ فايز واحد اليوم؟ فايز واحد ناخذ اسم الفايز طبعا الإجابة على السؤال السؤال يقول من فوائد من فوائد تطبيق حياتي الذي يونى بمرض السكر يخدم احتياجات المرضى في الوقت المناسب يدعمك بمعلومات معتمدة ومن المصادر الموثوقة يقلل عدد زيارات المستشفيهات جميع ما سبق اللي طرش أي إجابة من الإجابات هذه له؟ نعتبرنا صح نعتبره صح وللأمانة كلهم طرشه جميع ما سبق ما شفته ولا إجابة يعني غير جميع ما سبق تطبيق معناته فعلا التطبيق يعني يزاكم الله خير يعني نحن التطبيق طبعا عملية الدونلود عليه ارتفعت بشكل كبير فنتمنى إن شاء الله حتى اللي عنده أي ملاحظات على التطبيق ويحتاج أي تطوير يطرش لنا ملاحظات سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عن طريق أعتقد في آيكون أو شيء إن كيف الواحد يتواصل مع الإخوان هيا الله أبو عمر نزيل عموما الفايز منه محمد محمد مرة ثانية محمد هيل هين محمد عز الدين شو هذا ها يا نون هين ولا هين غريب الاسم محمد هين أعطيني الاسم على السريع محمد محمد عز الدين طيب نحن ما نسميه محمد عز الدين نزيل ألف مبروك لمحمد عز الدين فاز معانا بجهاز لوح ذاكي مقدمني دارة تقنية المعلومات في هي تصحة بدبي دكاترة أنا عندي بعطي كل حد فيكم دقيقة نزيل كل حد ياخد دقيقة تشده ويليد تعطوني بعد وقت عشان أختم انشاء كلمة خيرة تبون تقولونها مع ختام هذه الحلقة أنا بالنسبة لي بقول التوازن ضروري والاعتدال سيد موقف وأهم شي بدأقوله كل عام وانتو بألف خير كل عام وانتو بألف خير إن شاء الله ربي تنعاد على الأمة الإسلامية ودولتنا الإمارات الحبيبة بالخير والأمن والسلام بظل قيادتنا الكريمة وأوجه لكل لمعالي حميد الكتامي ولمدراء التنفيذيين ورأساء الأقسام وكل موظفة يتصح الدبي يعطيكم ألف عافية كل عام وانتو بألف خير تبعي ألف خير طبعا أنا أنصح الجميع بعمل الفحوصات أنصح الجميع بعمل الفحوصات الدورية وطبعا الانتزام بالغلاء المتوازن وعمل الرياضة طبعا نحن في شهر رمضان كنا ملتزمين على رياضة وأشياء نحن نبقيهم بعد حتى بعد رمضان يلتزموا بهذا الشيء طبعا لأن رمضان يعتبرونها فرصة أنه نمط الحياة تكون صحية وهذا تكون أسلوب حياتهم وطبعا نحن نقول أنكم كل عام وانتو بخير وانشاء الله يتعاد عليكم بالصحة والعافية نشكورين ويعطيكم ألف عافية دكتورة حنان مبارك استشاري طب الأسرة رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة وكل الشكر دكتورة وفا عايش على مرافقتك لنا يعني طيل هذه الفترة أنا الساعدة في مرافقتك بأمانة وطاقم ميثة وشيمة وأشواق صراحة يعني فعلا شكرا شكرا وأنا كمان شكرا 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 إذن مستمعين غدا إن شاء الله لدينا حلقة خاصة عن موضوع التأمين بناء على طلباتكم كانت هناك العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع وارتقينا أن نخصص حلقة خاصة بهذا الموضوع فاللي عنده أي استفسارات عن التأمين فغدا بيكون أصلا هو الموعد النهائي حق الشركات الصغيرة لازم يأمنون جميع العاملين عندهم فهذا انتهاء الفترة عموما نخصص الحلقة فقط عن التأمين فاللي حاب يتواصل معنا باتشر ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة وأيضا غدا كم جايزة منوزع ثنتين ولا ثلاثة بتشوفين وبتردين علينا خبر عموما باتشر منوزع هذا من غير سؤال الله من غير سؤال بس يبعثوا أسماهم بس يبعثون اللي الداخل عنده أي مداخلة معنا أو اللي عنده أي مسج يبعثها لنا بيدخل السحب حلو بس يطرش اسم الثلاثي شو رأيت جميل هاي عيدية من محمود طبفنا الوقت خلاص صحيح عموما وصلنا لختم حلقتنا اليوم ندعوكم إن شاء الله لمتابعة حلقتنا في الغد وحتى ذلك الوقت قبل وتحياتي محمود يوسف العدي ومن الاخراج كانت معنا ميثا بن بيات وفي التنسيق أشواغ مسعد وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي